كشف الموسيقار المصري هنمهنة تفاصيل سرية وصادمة عن حدثة مقتل الفنانة تونسية ذكرى محمد على يد زوجها المصري أيمن السويدي عام 2003 في حدثة شغلة رأي العربي لعدة سنوات أوضح مهنة في لقاء مع برنامج في الفن المصري أنه كان رافض لزواج ذكرى من زوجها أيمن السويدي وأضاف أنه ذكرى كانت تريد التخلص من الضغوط العائلية التي تجيها من إخوتها لكن لأنها كانت تعيش وحدها مع أختها وأكد نفس المتحدث أنه أيمن حصل ذكرى مشكلة نسالة لزواجهم الكل ولكلهم كانوا يتشرطوا في عقد زواج ويشرطوا ويطلبوا الفلوس مليون جنيه مؤخر وهي ما عملتش هذي الكل قال اللي هو حبها برشل أنها كانت مختلفة لكنه حكاية على أنه المطربة الراحلة ذهبت في أحد الأيام للطبيب لأنها كانت تود الإنجاب فأخبرها أنه صحتها ممتازة لأنه طلب بعض التحاليل الخاصة بزوجها مشيت ذكرها وحكيت مع زوجها وخبرته قالت له لازم يقوم بتحاليل طبية فقال لها إن شاء الله بطريقة غير جدية هو كان رافض للموضوع وأكد أنه ما يحبش لوليد لأنه ذكرها محمد رفضت الموضوع هذه وطلبت أطليق بعد مدة من الموضوع وقال لها ما تنجمش طلقني فحب معنها يسكتها وأطلق طلقة في الهواء بالرصاص لكن للأسف فتلقى هذه أصابت ذكرى محمد وأكد أنه أيمن أصيب بحالة مشابهة للصرع بعد الحادثة جراء الصدمة اللي صارت له بعد ما اقتل ذكرى محمد واقتل بعدها الجميع وقال فكر في لحظتها أنه اقتل زوز وباش يتم أعدمه وبينما كان الذكرى اللي تزيل تتنفس أقدم على إطلاق رصاصة أخرى وقتلها يعني كان مصر على قتلها وبعد خرج دخن سجارة في البيت يعني على الشرفة انتعى البيت وقال في نفسه سأعدم ثم انتحر كان يظن أنه مصيره هو الاعدام فقرر أنه ينتحر تفاصيل صدمة عاود أثارها الموسيقار المصري من جديد على وفاة الفنينة تنسية ذكرى محمد ما تنسي واش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصي لكم الفيديو القادم